موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه القلسة السقطرية الشبابية المفتوحة والتي سنتطرق فيها اليوم إلى الطقوس الربضانية الخاصة بالمجتمع السقطري برفقة شباب من سقطر عاصم غانم أحمد ثاني وأمير جوهر أهلا بكم أهلا وسهلا بكم حياكم الله حياكم الله على عقل العكم الله دي مشاهدين يبقوا معنا أهلا بكم مجديد بداية المشاهدين الكرام رمضان كريم كل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله منكم صالح الأعمال لرمضان شهر الطاعات طقوس معينة نتحدث في هذه الحلقة عما يتعلق بجزيرة سقطرة والمجتمع السقطري بالطقوس الرمضانية السقطرية نعم أثناء أساسا حتى في سقطرة أول ما يدخل رمضان وأول ما يدخل شهر رمضان هناك تهنية سقطرية بين الأهالي أو بحلول هذا الشهر رمضان كريم ونحيي الأمة الإسلامية بالقدوم شهر رمضان كريم نعم يخلف عن الله كالأمذهن والمقصود بها ليعوذك الله علينا كل عام أو كل وقت وكذلك نفق عن الشهر عندنا كده التهنيات مختلفة فيما يتعلق بالتهنية الرمضانية بالعموم نحن في سقطرة أيضا لا نختلف كثيرا عما عليه المجتمعات العربية والإسلامية لكن أيضا هناك بعض التقص التي نستعد فيها لرمضان لو خصوصيتها لو خصوصيتها مثلا أنا أفتكر في رمضان لما يجي شعبان تقريبا يكاد يكون رمضان من كثر الاستعداد استقبال واستعداد أنا من الاستعدادات التي أفتكرها ولاحظها لرمضان نظافة الشوارع مثلا الناس ينظف الشوارع كل واحد ينظف على هذا قبل ما يأتي رمضان قبل ما يأتي رمضان جهة بيته كل واحد يصفي جهة بيته يبقى الشارع كله نظيف وأيضا الناس كمان تحضر لأكلات الرمضانية هناك أساسا من يخصص مثلا آخر يوم من شعبان أو آخر يوم من المشعبان نشراء مقتليات رمضان خاصة يذهبوا إلى السوق يبدلوا مفروشات البيت مقاطل مفروشات البيت حتى البيت تخصل بشكل عام تنظف بالماء والصابون حتى المساجد يعني في سجادات خاصة برمضان يعني أشبه أن الحياة تتغير في رمضان جديد كل شيء جديد المسجد فروشه تتغير ويغسل وكذا يعني حتى تدخل في هذا الشهر على قدوم رمضان تتغير النفسية وتتغير كل شيء كذلك في رمضان عندنا احنا في سقطرة الوجبات الرمضانية اللي ما نشوفها في رمضان بس مثل الشربة الشربة يمكن ما نشوفها في رمضان أو إذا واحد مرض أو كذا يعني اللي هي في اللحم كذلك من الوجبات اللي موجودة في رمضان فقط يعني أش اسمها أنه عندنا نحنا مثلا في الإفطار عندنا الوجبات مش كثيرة يعني مش خفيفة تكون معنا الإفطار مثلا ماء وتامر والليبنية هذه بعد التراوح بعدين يروحوا يصلوا بعد الصلاة يشرب بس شربة باللحم وكذا وبعدين بعد التراوح تكون الوجبة الثقيلة اللي فيها الرز واللحم بالنسبة للوجبات في اختلاف في بعض الأسر مثلا أعتقد أنه مع أحمد ثاني أساسا يختلف عن أمير وأنا أختلف عن عاطف في البلاد هناك من يأكل هناك من يخصص الوجبة الرئيسية بعد صلة المغرب وهناك من يأكل ويفلّى الوجبة الرئيسية بعد صلة التراوح بعد التراوح أيضا لو رجعنا للقليل الشوية اللي هو أثناء استقبال شهر رمضان كان قديما في سوقطرة قبل الثمانينة قبل مجيء الراديو إلى سوقطرة كان الناس يتحروا شهر رمضان وكان أغلب البيوت وأغلب المناطق في سوقطرة والقرى ينتظروا من بعض الأشخاص وفي بعض الأشخاص كانت عندهم مهارة اللي هي رؤية الهلال أيوة معروفين يعني على المسيح يعني أشخاص معروفين نعم وصحاب ثقة أيوة فكان ينظر إليهم يعني كان إيش قال فلان عن رؤية فلان هل فعلا دخل رمضان يعني يتم الصيام على متنبي أيوة متنبي السقطرية تقريبا حاجز كذا اللي عنده قدرة عنده قدرة فهو يعني الناس تفطر على كلامه تصوم على كلامه وتفطر على كلامه إلى مجيء الراديو بعد الثمانينات الناس صارت تقلس على الراديو وصارت كلام أيضا أنا أفتكر منظمة أحمد عندك شيء أنا كنت أبغى تحدث عن الأكلات أتكرتم أنتم الأكلات في رمضان يعني في رمضان اللحم هو الأساس لشهر الرئيسي يعني تتخيل أنه السوق في حديبه يتحول يعني نص السوق يتحول إلى سوق لحم يعني من طرف السوق إلى نهاية السوق وعبارة عن أنواع من اللحوم المفروشة ورخيص وكل يوم بيومها تكون رخيصة يعني في متناول الجميع نظرا لأن الناس يعني أغلب الناس عندهم أغنام وكذا وبعضهم يبيعون وكذا فاللحم هو الأساسي في أحد الوهيبات يستخدم أيضا خاصة اللحم يستخدم في الرز وأيضا يستخدم أيضا في الشعير هناك من يفلل اللحم في الشربة هناك أيضا من يفلل الشربة بالسمك وأيضا على ذكر اللحم أيضا ذكر مكتلية رمضان كان في البيوت خاصة في البيوت يخصص كل شخص أنت مثلا العصر أنت اللي تذهب تروح تجيب اللحم تجيب السمك تجيب الثلج ومكتلية تزيع المهام على ذكر كذا يعني في بعض الصحون أو الأشياء اللي هي يعني موجودة ما ترى إلا في رمضان يخبوها إلا في رمضان يعني هذه الأشياء مخصصة لرمضان يعني الصحون الكذا الفنجان حتى ما ترى إلا في رمضان السمبولسة والأشياء اللي هي الأشياء اللي هي الأشياء اللي هي الأشياء اللي صح منضمن الاستعدادات لرمضان أنه كل حارة تنظف المسجد تبعها الشباب كلهم شغالين يومين ثلاثة أيام على تنظيف المسجد من وإلى منضمن الاستعدادات الرمضان اللي يفتكرها وفيما يتعلق بالأجبات تقريبا أنه كل بيت في المجتمع السقطري في رمضان تستخدم اللحم والسمك في نفس الوقت يعني نحن بعد الإفطار نروح نصل للمغرب ونرجع نأكل إيش شربة وكمان السمك وكمان بعد التراويح أو حتى على الصحور لحم وسمك موجود يعني في الحالتين يعني أن البيت ما تكتصر على اللحم أو تكتصر على السمك نعم أيضا على ذكر الوجبات أيضا يتميز معنا في سقطة أيضا اللي هو الإفطارات الجماعية إفطار جماعي نعم الإفطار الجماعي مثلا يكون أغلبه متواجد بين العوائل يعني مثلا عندما نزور مثلا الجدة فكنا نروح يعني يذهب يجتمعوا كل الأسرة عند كبير العائلة أو أيضا يوجد أيضا إفطارات شبابية مثلا في يوم مخصص مثلا في الأسبوع يخصص الشباب ويخرجوا إلى منتزهات مثلا إلى شاطئ دريشة كانوا ويخرجوا بعضهم يروحوا إلى ديكسم ويفطروا مع بعض أيضا على ذكر الإفطارات أيضا أنا أذكر عندما كنت في مسجد الروضة قبل الأدان بأربعين دكاكة بنصف ساعة نفتح المسجد وكل بيت تقبلنا الفطار هذه ثقافة سقطرية موجودة كل البيوت اللي حول المسجد ترسل إفطار للمسجد وأصلا نحن نذكر نحن ما نفطر في بيوتنا ما فيش يفطر في المسجد كل شباب يفطروا في مسجد اللي في الحارة يعني يتكابلون جيران المسجد يجمعون الأكل ويذهبون بها إلى المسجد نعم أيضا عندما كنت نفطر في المسجد لها مدى خاصة لإفطار المسجد لماذا؟ لأن تأتي كل وجبة خاصة من كل بيت مثلا واحد يجيب القهوة الآخر يجيب الشاي الحليب حتى تنوع في القهوة نفسها والبيت الثاني تجيب السمبوسة شاي أحمر نعم هناك أنت في المسجد أنت منعن تأكل من كل الواجبات ومن كل الافطار متنوع يعني أنه في سقطرة في رمضان ما فيش أحد ما يفطر يعني لو انقطعت بكت السبل في مكان أو يعني مثلا تأخرت في مكان ولا شيء أقرب مسجد تحصل الفطور بدون أي صحيح أمير أشار لنقطة كثير من أنه كل المساجد في رمضان ممتلئة بكل أنواع الأكل ما لذى وطاب نحن يجب أن نتوقف هنا فاصل ثم نعود شكرا أهلا بكم مشاهدين الكرام قبل الفاصل تحدثنا عن بعض من طقوس رمضانية في المجتمع السقطري والتي تتعلق بالاستعداد الرمضان والوجبات الخاصة بالمجتمع السقطري وهناك جانب آخر يجب أن نتطرق إليه فيما يتعلق بطقوس رمضان وهو أنه كيف يقضي الشباب أوقاتهم في رمضان فئة الشباب على سبيل التحديد يعني أنا أذكر في رمضان أن لنا تقص معينة الشباب يعني مثلا في رمضان أذكر أنه نروح نصلي الظهر في المسجد ونبقى في المسجد نتنافس على قراءة القرآن إلى وقت العصر ومن بعد العصر نتوزع لقضاء المهام الأسرية والعائلية نجيب أغراض المنزل وكذا ثم نلتقي على الفطار مرة أخرى في المسجد ونمكت في المسجد إلى العشاء وبعد التراويح بعدها نروح إلى بيوتنا أو نمارس إنشطة أخرى كثيرة نعم هذا أيضا أنت أشرت إلى الميزات أيضا من أحد الميزات المتواجدة في سقطرة أن المساجد دائما ما تكون ممتلئة صحيح حتى بعد صلاة الفقر كنا بعضهم من صلاة الفقر يناموا هناك في المسجد أيضا بعد صلاة الظهر هذه خاصة بعد صلاة الظهر تلاقيهم كلهم في المساجد من يقرأ ومن ينام ومن كلهم في المساجد حتى أنهم في المسجد كانوا تخصون نعم خاصة في قراءة القرآن في رمضان أيضا نحن كنا كمجموعة شباب بعض الأحيان تأتي معنا بعض الأفكار أنه يخل والله اليوم لازم نفتمع بعض أنه كل واحد يأتي بفطر من منزله ونخصص منزل من المنازل ونفطر فيه نحن لما كنا صغار في رمضان في سقطرة كنا نتحدى بيننا من يصوم أكثر من يقرأ قرآن أكثر يعني كانت هذه المواقف التي تذكرها كانت جميلة على براءة طفولتنا كانت وعلى نحن كنا صغار وكذا ونتنافس على حاجة ممكن تربينا عليها يعني تعودنا عليها في البيت تعودنا يعني وإحنا كنا صغار كانت الأم حفظها الله ورعاها وماتنا كلنا فكانت تزرع فينا هذا الصوم إلى الظهر أول بداية صوم إلى الظهر وبعدين صوم إلى العاشر يعني كل يوم صوم إلى وقته في صيام مبكر في باللغة السقطرية تصوم عين خهر يعني تصوم أول يوم من رمضان وانت صوم آخر يوم في رمضان وانت صغير بالثانية وكانت هذه الطريقة للتعويض الأطفال على الصونة تصوم أول يوم رمضان تصوم آخر يوم رمضان أنت الآن صمت رمضان كامل وكانت هذه الطريقة للتحفيز الأطفال على الصيام وترغيبهم أيضا من ضمن يعني إذا ما تحدثنا عن الرياضة الرمضانية الشباب أيضا في رمضان عادة ما يمارسون الرياضة رمضانية تطلق كرة الطائر كرة الطائر هذه وكأنها مربوطة برمضان يعني بعد العصر الشباب يتجمعون في الحارات في كل حارة ويعملون هذه الشباك الطائرة ويمارسون رياضة الطائرة وفي بعض الشباب أيضا يمارسون كرة السلة يعني موجودة كرة قدم وكرة السلة أيضا وكرة قدم لكن لاشت بشكل كبير على ذكر كرة الطائر لو أكيد الكل يعرفش قاح الدحمس اللي هو وادي دحمس معانا وادي في سوكاتر اسمه وادي دحمس نعم فكل الشباب كان يتجمعون هناك بعد العصر يصلوا العصر بعد صلة العصر الذي طبعا الذي ما عنده مهام لأن أغلبنا يكون معه مهام شراء مقتضيات المنازل الذي ما عنده مهام مثلا تلاكي الشباب هناك دائما وبالاسم هو وخاصة في شاطئ مثلا في في قرد أيضا في قرد أيضا في مزاقب هنا أيضا كريب من في كل حارة يعني تلاكي أقرب بقعة كنا نصفيها ونعملها وكذا ونشاط رمضان أنا في الكرة أنا مثلا بعد خروجي من سقطرة لاحظت أنه التقص الرمضانية اللي يمارسها الشباب في سقطرة كنا نحن نشيطين طول اليوم ما نقضي اليوم في النوم مثل مجتمعات الأخرى الشباب بالعادة يقضي ينام ينام نهار ويسهر ليل أيوة ينام النهار كله ويقوم على الفطور وحين ما يفطر إلا ساعة 11 بالليل ويسهر في سقطرة بالعكس الشباب صاحيين يعني طول اليوم صاحيين يعني لو قاطعتك يعني هو نظام يومي أنه من الساعة 9 قده صاحي الصباح صاحي نوم في الليل مثلا ساعة 2 وكذا ويصلي الفجر ويرقد إلى الساعة 9 وهكذا نظامه يعني بعد العصر عنده سلة مثلا يلعب وكذا إلى قبل الفطور يرجع ويفطر وبعدين النظام هذا كله هو حق الفطور وكذا وبعد التراوح يصلي تراويح بعد التراويح يلعبوا ضبنة ودبنة من ضمن العلعب كذلك كيرام وهذا وسهر إلى قريبا للسحور يمكن اللي ينام ينام واللي ما ينتظر السحور وهكذا بس موقف كذا يعني ولو قطرت شوية هو موقف مع أمي مرة حفظها الله ورعاها أني كنت يعني سهرت هذه المرة وبعدين تعبت وما قدرت أني أقوم الفطور وهي تقيمني السحور قصدي فلاحل يسميه السحور فحاولت تقيمني حاولت تقيمني ما زلطعت إلى أن جابت لي الأكل تتخيلوا أنا تجيب لك الأكل إلى الفراش وكذا وتقول لي لازم تأكل حتى ولو شوية فالمرأة السخطرية يعني تهتم أو الأم السخطرية يعني تهتم بطفلها أنه يفطر ويتسحر ما قد تسحرت وانت نائم يمكن هذا اليوم يعني تقولون أنه وانت نائم وانت تسحر وانت نائم القيمة على الفلح السحور إجباري ما ممنوع واحد ما يتسحر بخصبا عنك تقوم أيضا على ذكر السحور في ميزة في خاصية فعلا أنا تقربة شخصية عندما أخرجت من سخطراء من أكثر الأشياء التي فقدتها في رمضان مثلا اللي هي الماسي تامر مشركح ما هو تامر مشركح ما هو تامر مشركح تامر مشركح أولا تامر مشركح اللي هو له سنتين أو أكثر مدبوغ حطوه في كاشعر في كاشعر اللي هو جلد الأغنيات المدبوغ هي طريقة حفظ الثمر في سخطراء لسنوات طبعا فالماسي صراحة له نكهة خاصة كيف يسوه ماسي؟ خلنا نعرف المشاهدين على آلية الماسي هو الماسي أساسا عبارة عن عصير عصير التمر عصير التمر التمر السخطر يحوله نحن نجيب بإسمه هو طبعا التمر السخطر يختلف عن التمر أكيد يختلف يختلف لأنه يترك سنتين وأكثر في يمرش ولو مداد أو طعم معين في بعضهم ما يتسحروا إلى الماسي فقط يعني الماسي بحكم الفوائد التي فيه من واجبات السحور إلى الماسي كل موجود في الافطار أيضا نعم لكن أكثر في الشعور نعم في السحور الوجبة في السحور ممكن ينسى أي شيء فوائد tenía الماسي حاجة أساسية عدى من ضمن السحور أنا أتذكر الآن على سيرة الماسي من ضمن السحور إنه إلهز أبيض إلهز وحامئي وحلو أي حلو إهلهز وحلو والحلوب الحلوب اللي هو الآن اللي لإيراني إلهز وحلوب يعني رز وسمن بلدي هذا يلازم على السحور رز والروبة والروبة وأيضاً والسمن البلد أنا أيضاً لحظت على سيرة شباب سقطرة كيف يقضون أوقاتهم أن الكثير من الشباب في سقطرة وهذا بصدق وأمان أن يقضون أوقاتهم في رمضان بالطاعة يعني ما يمارسون عادة سيئة وسلبية في رمضان أن يروحوا مقاهي أو ينفق أوقاتهم في شيء ضايع لا يعد عليهم بالنفع والفائدة في مثل هذه المواسم صح أو لا؟ صحيحة رمضان لروا حانيته ولو في المساجد ومراهة الكرآن على ذكر الشباب أيضاً أنهم يستغلوا أو يستثمر أوقاتهم في الطاعات نلاحظ أيضاً مع مجيء العشر الأواخر مع مجيء العشر الأواخر هناك مجموعة من الشباب مبادرين أنهم يخرجوا اعتكافات صح فتلاحظ المساجد في العاصمة عندنا مليانة أيوة مليانة مسجد الجامع مثلاً كل المساجد نعم مسجد الرحمن أيضاً في بعض من الشباب في بعض من الشباب العاصمة أيضاً يخرجوا إلى مناطق أخرى يخرجوا مثلاً إلى مومي وبعض الواجه إلى كلانسية فيقضوا الاعتكافات الرمضانية هناك الحديث عن طقوس رمضان بسقطرة مختلفة صراحة خصوصا بعد ما خرجنا وسافرنا وشفنا المجتمعات الأخرى لنا طقوس معينة على الأقل لأننا مثلا كشباب نستغرب كيف المجتمعات الأخرى الشباب في المجتمعات الأخرى تنفق أوقاتها في ضياع وفي عدم الفائدة في مثل هذه المواسم والطاعة إلى هنا وصلنا إلى ختم هذه الحلقة على أن نلتقي مشاهدين الكرام في حلقة جديدة مقبلة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة